اشتركوا في القناة والمناخ في جميع انحاء العالم وكل ما يحدث اول العالم من غرائب كونية ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن حدث مهم جدا حصل في دولة اسبانيا وفي اخبار عن الدول العربية خليكم معنا وتابعونا قبل ما نبدأ دوس لايك للفيديو وفعل جرس التنبيهات واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش مرة تانية برحب بكل المشتركين للجدد هنبدأ ان هذا على بركة الله وزي ما انت شايفين كده مصدر الخبر هو من موقع اسمه الموقع ده موقع اسباني بخصوص اللي حصل في اسبانيا والبرتغال من سقوط نايزك اخر وهنشوفه مع بعض حالا زي ما احنا متعودين بالمصدر واللي حابب يوص وراء ورانا على المعلومة قدامكم المصدر وقادي العنوان بالاسباني ده الموقع من الاسباني يعني الموطن بتاع الموقع ده هو اسباني واحنا زي ما قلت في هذه الفيديوهات بنجيب كل حاجة بالمصادر اللي حابب يراجع ورانا بنرحب بكل الناس الجديدة هنبدأ على بركة اللي دلوقتي هنترجم هذا الموقع للغة العربية طيب هو تلقائي بيترجم لنا الموقع للغة هادي العنوان بالعربي فوق الغلاف الجوي مشكلا كرة نارية في اسبانيا ستار لينك يتفكك كامير او كامير ستار لينك يتفكك فاحنا نشوف الموضوع بالزبط ايه الموضوع عبرت كرة نارية بطيئة مزهلة في السماء الليلة الماضية ده كان يوم الاحد الماضي الموضوع حصل يوم الاحد الماضي ساحداشر مساء بتوقيت شبه الجزيرة تمكن العديد من الاسبان من مراقبة كرة النار في اجزاء مختلفة من البلاد هو عبارة عن نيزك شديد السطوع يتميز بتكوين اصر او اصر مضيء اثناء مروره عبر الغلاف الجوي حصل ده زي ما قلت يوم 24 يناير 2021 لتسهيل اتصالات الانترنت عبر سبيس اكس الذي وضعته شركة ستار لينك وكلنا عارفين من هو مالك هذه الشركات وقع هذا الحدث بسبب تفكك كامير اسبانيا تسبب تفكك الكامير الصناعي في حدوث كرة نارية احداثة انفجارا مدهشا في بداية مصاره بسبب السرعة العالية التي وصل اليها عند عودته الى الغلاف الجوي للارض لجنوب غرب اوروب لها اللي هو النيزك الناري لحسن الحظ تم تسجيل حدث واخل ده بواسطة اجهزة الكشف المختلفة التي تشكل الموضع دي كلهم هم عارفين كويس ايه اللي بيحصل في هذا الشأن وبيبقى فيه بعض الاقمار زي ما هنو شايفين كده ولكن حصل بشكل كان فيه ناس منزلها هذه الفيديوهات على الصفحات واللي انتم شايفينه ده حقيقي هو اللي متواجد في الصورة قصاد حضراتكم ده واللي حابب يكتب ده عنوان برضو اللي يشوف الفيديو يكتب بالعنوان ده هتلاقي الموضوع موجود بالفيديو زي ما انتم عارفين احنا ما منحبش نزل الفيديوهات ولكن الموضوع كان مخوف ناس كتير ما عايز اقول بس حاجة بخصوص الناس اللي بتخاف من الحاجات دي ولكن اهو دي دي سور حقيقية فعلية تم رصدها طيب هنشوف بس الحتة دي بعدين هارجع اتكلم معكم بخصوص هذا الشاء وفقا للمعلومات المعروف حتى الان كانت الكرة النارية ستسافر عبر شبرج جزيرة باكملة حتى تصل الى اه استورياس حيث اكملت مسارها فوق بحر اه كانت هذا هو السبب في اجزاء من القمر السناح في النجاة مرورة عبر غلاف الجوي طيب اه في ناس زي ما قلت بتخاف من الموضوع ده وبتخاف من القصص بتاعت النازج انا اللي عايز اقوله علشان بس الناس اللي مرعوبة والناس زي ما قلتلكوا قبل كده ساعة لما كانت الناس بتقولي ان في حد بيتكلم عن زلزال وبيقول فيه زلزال ممكن يقع والكلام الفاضي ده كله اه كل دي يا جماعة احداث وكل دي اه حاجات كوارس وموجودة حاجات طبيعية يعني دي كل دي ظاهر طبيعية موجودة حوالينا وهتبقى موجودة واذا كنا احنا عايشين او ميتين اه فيما بعد لسه الدنيا موجودة اه بكل المظاهر اللي فيها محدش يستغرب اه للي بيحصل ده ده وارد جد الناس بتقول دي اعلامات الايامة جماعة مش دي اعلامات الايامة خالص ولا ولا انا مؤهل ان انا اتكلم عليها ولا انا ولا غيري زي ما قلت ولكن زي ما قلت الدنيا حصل فيها ولسه هيحصل يعني اللي احنا بنقوله ده مش مش هو النهاية احنا بنجيبلكو بس عشانتو بقدريان ايه اللي بيحصل من حواليك الناس بتقول ان التلوث وزي ما اتكلمت في فيديوهات اللي فاتت يا جماعة بلاش تأليف اه احنا الى السبب في كل الكلام ده زي ما قلت بالعوادم اللي احنا بنعملها والتلوث اللي احنا بنسببه ولكن اه مش هي دي العلامات خالص مش هي دي العلامات والعلم عند الله طبع احنا بنجيبلكو ده علشان حتى لو انت متواجد هناك او شفت الخبر ده تبقى عارف اللي بيدور حولك ودينا فاهمناكو ده كان عبارة عن ايه طيب من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم عليه ايضا هي شلالات نيجرة كلنا عارفينها وعارفين دي مجبر الشلالات ومشهورة واسمها منتشر والناس كلها عارفها كمعلومات عم المصدر موجود قصة حضراتكم اسمه البوابة نيوز اه متجمدة الصورة اللي هوريها لحضراتكم دي دي صورة حقيقية الصورة اللي حضرتك او حضرتك شايفها دي دي صورة الشلالات بتاعت شلالات نيجرة ده مفروض اسمه شلال يعني المية بتنحدر منه يعني واكيد انت شفتوه قبل كده في فيديوهات او في صور موجود من اشهر شلالات العالم انت شايفين دلوقتي قدامكم الشلالات اتجمدت ده حقيق ده حقيق الصورة دي حقيقية اه التقطت صور لشلالات نيجرة التي تقع في اه مقاطعة اونتارو كندية بين كندة وامريكا متجمدة تماما في صكايا الشتاء وتعد هذه الصور المرعية للاشخاص الذين لا يحبون الشتاء وشلالات نيجرة شلالات غزيرة اه وتقع على نهر نيجرة بين مدينة نيجرة في ولاد نيويورك الامريكية ومدينة نيجرة في مقاطعة اه اه اونتاريو في الكندية يبلغ اعلى ارتفاع الشلالات في الجانب الامريكي ستة وخمسين متر في الجانب الكندي اربعة وخمسين متر طيب دي معلومات عامة عن الموضوع ولكن اه فعلا بسبب اه الجو والدنيا ساعة والجو برد اه والناس اللي بتتكلم عن الموجات بتاعت البرد احنا بنجيب لك اه مش عندك انت بس ولا عندك لفي العالم كله اليومين دول الدنيا فعلا اه فوق البرد بكتير اه اسكندرية هنجيب لكو دلوقتي حالا بيحصل فيها ايه كلنا عارفين النهارده حصل اه في اسكندرية عاصفة تلجية ده مش جديد ولكن اللي انا هقوله لك دلوقتي انتشوفوا مع بعض وانتبعوا تحياتنا لأهل اسكندرية اه عاصفة هيبها تضرب مصر والقلق يسيطر على العديد من المناطق عاصفة تلجية شديد طيب الموقع زي ما انتو شايفين كده ده المواعد ان شاء الله اعتدال الجو وهترجع الامور تاني مرة تانية اه او هيرجع تاني التقس ان شاء الله مش هيدين نهاية يعني ولكن اه زي ما الدنيا سقعة كده او برد جديد جدا للناس برضو اللي مش عارفة ان مصر جواها مش معتاد على هذا النوع من العواصف فعلا مصر جواها احنا مش معتادين عليه بهذه الدرجة ممكن يكون عارفين الشتاء بسقعة برد مش عارفة ولكن مش بالصورة اللي كانت في اسكندرية دي اسكندرية كان فيها تلج مع مطرة مع عاصفة شديدة سقعة مصر مش معتادة على الكلام ده خالص عاصفة هيبت اضرب مصر والكالك يسيطر على العديد من من مناطق عاصفة تلجه شديدة حيث شهدت من منطقة الاسكندرية اليوم سقوط شديد ومستمر الامطار على كافة الانحاء ونشاط غير طبيعي للرياح فعلا فيه فيديو شفته لكن زي ما انت عارفين احنا ما عارفتش فيديوهات فيه فيديو شفته غريب جد يعني الهواء بيزوء يعني زي ما يكون بيزوء العربيات عاصفة فعلا يعني مش يقول نسمعها عاصفة يعني هوا شديد وكده لا هي فعلا عاصفة يعني عاصفة ضرب اسكندرية كانت الفيديوهات صعبة جدا على مدار اليوم بالاضافة الى موجة شديدة البرودة لحد السقية كما تدول رواد موجة اجتماعي فيديو عاصفة شديدة تلجيئة تضرب اسكندرية وقالت دكتور شكرا بن معاطي رئيس القسم الخاص بالارصاد الجوية مصر فقط بلو على كافة المنطقة العربية يعني فعلا ده مش في مصر بس ولكن زي ما بنقول احنا غير معتدين على ده عشان كيا شايفين الدنيا يعني صعبة جدا اكدت دكتور شكرا بن معاطي رئيس القسم الخاص بالارصاد الجوية بالعمل المركزي ان الامة القادمة سوف تكون شديد برودة وذلك بسبب حدوث انخفاض شديد في درجة الحرارة كما ان التقس على جميع انحاء الجمهورية لن يكون مستقر الايام القادمة حتى نهاية الاسبوع كما ان الدكتور قال اكد يعني على ضرورة الانتباه اثناء الخروج في الصباح الباكر بسبب موجة وقد تكون على المنطقة الزراعية ومزرعات وقد حذر المزرعين من اخذ الاحتياط اللازمة او الاحتياطات اللازمة من اجل تفادي تلك الموجة والتي بسبب سوف يكون انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة بين بارد وشديد البرود ولن يكون هناك اي استقرار حتى نهاية هذا الشهر واكد على سقوط الامطار غزيرة اي الامطار القادمة يعني في سقوط امطار غزيرة في الايام القادمة طيب ده ببساطة الموضوع والعصفة فعلا وياريت اي حد من اهل اسكندرية شفنا يطمن عليهم تحياتنا لكل اهل اسكندرية ارجو ان انتو تكونوا يعني استفدتم من هذا الفيديو ودعمونا بالعجل الفيديو واشتراك في القناة تحياتي لكل المتابعين المستمرين معنا استاذة هبة استاذة هجيب طيب خلوكم معايا عشان نشوف شوية اسماء من الناس اللي كده بتلينا على فيديو مبارح طيب من اول التعليقات اللي جات استاذة غادة تحياتنا لك يا غادة بتقول عايزة بس مباشر حاضر من عناية ان شاء الله هعمله قريب جدا نوعي ديك سفير القلم صباح الخير صباح الفل عليك منور الدنيا زوها حاضر يا زوها من عناية هعملك بس مباشر تحياتنا لك يا استاذ بحر اهلا بيك وتحيات الاهل العراق ابراهيم اهلا بحضرك استاذ ابراهيم من الاردن تحياتنا لك اه فاطيمة اهلا بيك يا عضرة من الجزائر تحياتي لك جدا قناة انور اهلا بيك اه فيفي مايا اللي هي استاذة مايا تحياتنا لك من الجزائر اه ليلى اهلا بحضرتك يا استاذة ليلى بنت فكرة تحياتنا لك اه كورت اهلا بيك لك كونت ده طول بيكتب لنا ويريد توضح اسمك لو حابب او اسمك. قرآن اون بيقول احلى استاذ مازين ربنا يكرمك يا رب. آآ قرآن اون. آآ ام البنات اهلا بيكي. ام البنات منورة الدنيا. انا ازا بطلك الصوت يا استاذها غادة اهو. بتقولي الصوت مش واضح. يا رب يكون الصوت كده واضح. صباحك فل وورد ياسمين. صادق زعيم صفاح الفل على حضرتك. مرة تانية يا زوها. صباح الورد عليك يا زوها. زيزي آآ غرام. اهلا بيك يا زيزي. من ورانا. آآ تايجر او تانجر تيفي. آآ تحياتنا لحضرتك من المغرب. آآ وتحياتنا للمغرب كلها. ماهر سلامة. ربنا خليكي ندى. صباحك ورد يا ندى. آآ آآ اهلا بيك يا استاذ امل. آآ كانت باسم الغريب الغريب. من العراق. آآ آآ خميسة. اهلا بحضرتك. ربنا يكرمك يا رب. ربكم بقول الاسم صح. مونة ابو النجا صباحك فل يا استاذة مونة. وحشتيني جدا والله ليك وحشة. انت وكل المتابعين. استاذ خدري صباحك فل آآ ورد وياسمين. ابو وجاد. اهلا بيك يا ابو جاد. منور البس كله. او منور الفيديو كله قصدي. سمية. اهلا بيك يا سمية. سبحان الله. اهلا بحضرتك. آآ ام تركي. اهلا بيك منورة الفيديو. زهرة. اهلا بيك يا زهرة. رحاب صباحك ورد وياسمين يا رحاب. ام البنات مرة تانية. ويا تيتشر امل. اهلا بيك يا تيتشر امل. يا رب تكوني بخير. آآ تهيق ليك كده قلنا كل التعليقات. سوينهم عشان ما ننساش حد. آآ لسه. آآ في آآ علي جاد مظلت علي جاد الله مظلت النجاة ربنا يخليك. سمية مرة تانية سمية مرة تانية وكانات انور اهلا بيك. آآ فاخرة المعمري اهلا بيك يا ربكم بقول الاسم صح وتحياتنا ليكي. نانا بتقول نسيت اكتب اول تعليق آآ وعدت اسمعك. ربنا يخليك يا نانا نعرف ان انت بتكتبيلي على طول تعليقات وتحياتنا ليكي. والكل اللي بيسمعونا كانت انور كزا مرة. بشكركم جدا وكان معاكم اخوكم مزل مصري. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس. علشان يوصلكم من هنا اشعار بكل جديد. آآ واكتبونا في التعليقات وان شاء الله نحاول نحسن في المحتوى. شكرا لكم وشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.